السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أستاذي سابقاً اللسان الإنجليزي 2 وفي حلقة أخرى من سلسلة بنك العبارات فبعد أن مررنا بكل من عبارتي Down to Earth و People Person في الحلقة الثالثة من سلسلتنا سنتطرق لعبارة جديدة ألا وهي Tight Fisted Tight Fisted هذه العبارة تعتبر حال بمعنى الكلمتين معاً تعتبرني حال مشترك كما هو معمول به مع العبارتان التي درسناهما في كل من الحلقة الأولى والثانية تتكون عبارة Tight Fisted من كلمتين الأولى Tight حال Fisted حال تحمل كلمة Tight أكثر من معنى منها ضيق مشدود وفي بعض السياقات تعني قوي This person is tight بمعنى هذا الشخص قوي بينما كلمة Fisted فهي مستمدة من Fist التي تعني القبضة أو قبضة ليد وكلمة Fisted فهي استلاحاً قوي القبضة مثال عمر is a Fisted person عمر شخص قوي القبضة فما معنى عبارة Tight Fisted المعنى المبتغى من هذه العبارة هو شحيح أو شحيح mean with money فبدل أن نقول مثلاً رامز is mean with money يفضل أن نقول رامز is tight Fisted والجملتين معاً لهما نفس المعنى رامز شحيح والثانية بطبيعة الحال أجمل وأقرب للناطقين باللغة الإنجليزية لنمر إلى الأمثلة الأخرى Sundus is a tight Fisted girl She has never paid her share when we go to a restaurant Sundus is a tight Fisted girl She has never paid her share when we go to a restaurant Sundus is a tight Fisted girl Sundus شحيح She has never ولو مرة paid her share دفعت نصيبها her share نصيبها share نصيب حينما نذهب إلى المطعم it's a when we go to a restaurant حينما when نذهب we go to a restaurant إلى المطعم أو هذا مثال نراه يومياً في أغلب دولنا العربية The government is tight Fisted these days as it is going through few economics issues The government is tight Fisted these days as it is going through few economics issues as it is going through as it is going through going through going through تمر خلال أو going through تمر خلال تمر خلال few economics issues ببعض المشاكل الاقتصادية The government is tight Fisted these days as it is going through few economics issues كان هذا كل شيء لحلقتنا لليوم شكراً لكم على المتابعة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله وإلى حلقة أخرى إن شاء الله وإلى حلقة أخرى إن شاء الله شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم على المتابعة